هكذا هو حال الأسواق هنا في مدينة الحوطى وطول البحى في أكبر أسواق محافظة لحج حيث تشهد تراجعا في وطيرة إقبال الناس على شراء الاحتياجات الرمضانية أنت تعرف أن في رمضان ترتفع الأسعار مشارك قلوني ثانيا رواتب الناس بعضهم رواتب 26 ويقلس من شهرين بدون راتب يعني أي شي اللي بيعملوا في شهر رمضان لا يستطيع مواكبة شهر رمضان ولا يستطيع أن يلبي حاجات شهر رمضان خاصة عندما يكون من ثلاثة شراء إلى أربعة شراء وراتبه 26 إيش بيشتري بـ 26 إذا كان كيس الدقيق بـ 24 الغلاء موجود والمواطن لا يتحمل وفي فرق من السنة الأولى والسنة هذه نعم مضاعف كثير الغلاء شمل أسعار المواد الأساسية كالقمح وزيت الطبخ والخضروات واللحوم أكثر متجاوزة للسنوات الماضية في ظرف تشهد فيه العملة الوطنية نزيفا مستمرا أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى تدني الأجور وندرة فرص العمل فضلا عن انقطاع رواتب وتأخرها في ظل استمرار الإنقلاب والحرب منذ خمس سنوات تدخل الحكومة في إصلاح الوضع الاقتصادي بما فيه مراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد الضرورية والدفع الرواتب مطلب شعبي يتطلع إليه المواطنون هنا خصوصا في ظل غياب دورها لتحسين أوضاع الناس المعيشية سامح عبد الوهاب قناة بلقيس لهج